السلام عليكم ورحمة الله حسان بن ثابت صحابي جليل ما شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مشهد من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان السبب جبن أو خوف من حسان كما يزعم البعض بل كان السبب أنه كان كبير بالعمر أسلم عمره فوق الستين سنة وتوفي عمره فوق المئة وعشرين سنة وكان شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما هاجهم وجبريل معك وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعرا شديد العصبية لقومه أي للخزرج قبل الإسلام لأنه كان أنصاريا من المدينة المنورة فكان الهجاء والفخر هو الطابع الغالب على شعره رضي الله عنه فكان يمتدح قومه على مناقبه يكون بالمرصاد لكل من يحاول التطول على الخزرج يهجه بأي شكل من الأشكال وكان الخزرج على سرع دائم مع قبيلة الأوس وكان للأوس شاعرا يسمى قيس فكان يهجون بعضهم بعضا ومثل ما كان حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر الخزرج قبل الإسلام أصبح شاعر للنبي صلى الله عليه وسلم بعدين أصبح شاعر اليمنيين في الإسلام وكان شديد وقوي الهجاء فحاز على مكان رفيعة ليس فقط لأنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم بل لأن شعره كان سبب من أسباب التي ساعدت على الحفاظ على اللغة العربية فكان حسان بن ثابت مثل ومثل باقي الشعراء في الجاهلية عنده من الشعر ما هو في الغزن ومدح النساء وكان يذهب في المواسم إلى سوك عقاب في امتدح ذوي الشأن ويتكسب منهم المال حتى يقيل أن غساسينة الشأن كتبوا له مرتبا شهريا إذا عشاره فهو لم يمدحهم فحص بل كان يفتخر بهم لكونهم أخواله ومثل ما مارس الهجاء والفخر في شعر قومي وهم الخزرج مارس أيضا المدح والتملق في شعر الملوك وكذا عندما أسلم أبدع في جميع أنواع الشعر فمدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح المسلمين وهجى المشركين وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه قديم في الإسلام أسلم حينما وصل إليه الإسلام بعدين أصبح شاعر النبي صلى الله عليه وسلم مما جعل إليه مكانه عند الناس أعلى من أي شاعر إسلام آخر وليس ذلك فقط لأنه دافع عن المسلمين بل لأن شعره كان موزونا فهو لم يهجو أصلى قريش أو نسبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم بل هجى أفعالهم وتصرفاتهم